اشتركوا في القناة اشارت الدكتورة جهاد إلى أن اهتمام مجلس الشورى بالمشاركة الفاعلة في المنتدى البرلماني الهام الذي ينظمه مجلس الاتحاد التابع للجمعية الفدرالية للاتحاد الروسي والجمعية البرلمانية لرابطة الدول المستقلة يبرز اهتمام المجلس بتنفيذ تطلعات جلالة الملك المعظم التي أكد عليها لدى زيارته إلى مقر الجمعية الفدرالية للاتحاد الروسي وأكدت أن الدبلوماسية البرلمانية تعد عنصرا حيويا في تعزيز الديمقراطية والدعم السياسات الخارجية للمملكة التي تقوم على أساس الاحترام المتبادل والعمل المشترك من خلال العمل بمبادئ التعاون والحوار بين البرلمانيين هذا ويناقش المنتدى في نسخته الرابعة أربعة موضوعات رئيسية تشمل العالم متعدد القطبية والدبلوماسية اقتصاد المستقبل والتكنولوجيا الجديدة التقاليد والتنوع الثقافي حماية البيئة الصحة والرفاهية الاجتماعية ترجمة نانسي قنقر